بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سنة بسلته والتبع هدى أولا نرحب لكم نفقدنا الليلة في أمسية من أمسيات النخبة المتميزة جدا هذه الليلة أمسيتنا مع سعادة الدكتور أفلح بن أحمد الكندي من دولة عمان الشقيقة والدكتور أفلح كما قرأتم في سيرته سيرة حقيقة يعني تشرف وهو رجل أكاديمي وشاعر وابن شاعر ورجل الفيزياء ورجل التربية ورجل الدولة ويعني ما شاء الله على الدكتور أفلح جمع كل أو معظم الأصفات الجميلة فنحن الليلة أمام قامة كبيرة ورجل أكاديمي ورجل شاعر ورجل التربية فأهلا وسهلا أخي وصديقي سعادة الدكتور أفلح نشرف بك كثيرا ونسعد أن نفذ تبحر بين الليلة في بحور الشعر فأهلا وسهلا ومرحبا سعادة الدكتور أفلح بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبة السمو الدكتورة جوهرة بنت محمد آل سعود الموقرة أخي ومعلمي الدكتور محمد الشريف الفضلاء والفضليات الأساتذة والباحثين أهل العلم والمعرفة والمنتمين للنخبة الثقافية العربية بداية يسرني أن أرحب بكم في هذه الأمسية الطيبة وأشكر صاحبة السمو الدكتورة الجوهرة آل سعود التي ترعى هذا التجمع الرائع فلها منا كل التقدير والثناء وكما أشكر أخي الأكبر الدكتور محمد الشريف وجميع الزملاء والإخوة المتفاعلين في هذه المجموعة الطيبة أخي الدكتور محمد والذي وسعني حبا وعطفا وتشقيعا يزاك الله خيرا وإني بقدر ما أشرف أن أكون واحدا من هذا الجمع العلمي بقدر ما أشعر بشيء من التطفل على مائدة المفكرين والعلماء أعتذر وأن أحاول في التسجيل لا يظهر التسجيل لكن على كل حال كون هذه الدعوة محددة في مجال الشعف أستسمحكم أن أحاول أن لا أكون ثقيلا عليكم وأكتفي بما يدلل على أسلوب الشعف وإضافة إلى ما ذكر حول سيرتي فأنا من قرية الغريض بولاية نخل وهي جزء من محافظة جنوب الباطنة ومعرفة هذه الولاية بطبيعتها وجمالها تربيت في كنفي والدي وجدي ولهما الفضل الكبير في تكويني الأدبي وإنني أعتبر نفسي مقلا في الكتابة في كتابة الشعري خصوصا ربما لأسباب تعود لطبيعة العمل والالتزامات وغيرها بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بهذه الأبيات وهي أبيات مناسبة للترحيب سبق أن شاركت بها في أمسية ما وأرى مناسبتها أيضا في هذه الأمسية أقول فيها ولو شققتم عن فؤادي تجد ملاعبا تضيق عنها البلد يمرح فيها حبنا ويخلد يسقط فيها من هواكم برد لكم مبيت ولكم مقيل هنا الشباب المستقيم الصاعد هنا الرعيل المستنير الماجد عزومهم بجيدهم قلائد لهم من الرحمن حب خالد ملائك على الثرى تجول أتيت أتيت لا توقفني الصعاب ولا تحول عنكم الهضاب بعذبكم سينجل العذاب وهكذا دعوتكم تجاب كذاك والحق كما أقول بشرى لكم وقرت العيون واخضرت الأوراق والغصون وهونا الرحمن ما تهون بشرى لكم وحبلكم متين وحبلكم بربكم موصول أنار ربي بالهنى أيامكم وبارك الرحمن في لقائكم ومدكم من الغنى وزادكم ترابطا وألفة وزانكم بأنجم لم يزجها أفول بنيتم من حبكم لي مسكنا فما وها بنيانكم ولا ونا وودعت أعضايا آلام الضنى وأدبرت عنها لأيام الهنى يا ربي واجعلها بنا تطول يا ربي واجعلها بنا تطول دمع ينتحر وتسألني علام الشعر والشرر بلا جدوى تطير المفردات ولا يثور الجن والبشر علام الشعر وتركب ظهرك الكلمات رق لحملك الحجر وحيدا في طريق الموت لا ضل ولا شجر سلمت لأمك الثكلا ليبقى السمع والبصر ولا تعبأ بهم الناس ما كانوا ذويك ولا دنى من جسمك الخطر متى تغدو خلي الهم لا ليل ولا ضجر أتنسيني ليالي العنس حكاية الحب أأنتظروا وطال الصبر والسهر أنا يا أنا قوت لأفئدة تكاد تموت تستعر أنا شعر لهم والحق لولا الشعر ما شعر أنا الإيمان والقرآن أنا الأوطان والبركان والبركان إن بردت عزوم الثائرين وإن غلت للبعض واستعرت أنا المطر ولو وحدي بلا مصغ صنعت الصبر حتى صار لي خلا ومن صبري ومن جلدي يكاد الصبر يحتضر قفي وتأملي عيني تبيت هناك آلام وأحزان وأحياء بها قبر وأوصال ممزقة وعاصفة بريح الموت لا تبقي ولا تذر وأيتام سوى عيني لا مأوى لهم والناس كل الناس لا حس ولا خبر ولا قلب كقلب الشعر ينفطر وفاض الماء من حدقي وسال بلون آهات على فودي بباب الثغر ينتحر قصيدة أحبك رغبة هي تخميس لقصيدة أحمد شوقي التي مطلعها ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء والتخميس لمن لا يعرف في الشعر العربي هو أن يقدم الشاعر على أصل البيت ثلاثة أشطر على قافية الشطر الأول فيصبح البيت من كونه شطرين خمسة أشطر ويتقل ذلك في القصيدة المخمسة قلت فيها يا سهل يا سهل أنبت أخصبتك سماء وانبض جداول جف عنها الماء اليوم اليوم أنجب في الحياة حسناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء من يوم أن فقد الحنان وضله من يوم أن فقد الحنان وضله وقضى بأحضان الرعاية حوله بعث الإله جنوده درعا له الروح والملك الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء أبشر أبشر برحمة ذي الجلال معية وبظهر أحباب الإله مطية وبجنة الرضوان منه عطية يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء أنت الجواد إذا لجا لك سائل أنت الحليم إذا تطاول جاهل أنت الصبور وإن دعتك نوازل زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء يا مصطفى يا مصطفى إني أحبك رغبة يا ليت لي من بعض جاهك هيبة هب للصفى من بحر علمك شربة يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء شتم البغاث مقامه بلسانهم والبكم منهم شخصوا ببنانهم جحدوا وآي الله في أذهانهم أزرى بمنطق أهله وبيانهم وحي يقصر دونه العلماء أو هكذا الإعلام سيف جائر بين الصراحة والوقاحة حائر ما ضر خير الخلق حقد سافر حسد فقال شاعر أو ساحر ومن الحسود يكون الاستهزاء طاها رسول العالمين ورحمة طاها على الثقلين برد نسمة هل بعد طاها للخليقة نعمة بك يبن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء غرست يمينك في الرجال شكيمة حملوا نداءك في الحياة عقيدة ومضوا بنور الفكر منك كتيبة فرسمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء ما جئت بالإرهاب ما جئت بالإرهاب مرتدي القلى وبرغم سلمك كم تلقيت البلا يدنيك صبرك بالسماوات العلا يا يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء الله خصك خالصا لندائه قربت دهرا أرضه بسمائه أنت الجدير بفضله وعطائه عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء هذه القصيدة في رثاء أمي التي بلغني خبر رحيلها وأنا في مهمة عمل بعنوان مرس النواء سل شاعر الوجدان ما بلواه أتبعثرت بين الشجون خطاه وتلنوى خبرا وما بقيت له أم لحين نحي به ترعاه يا ساعة لما أتاه حديثها فبدت بلون غطائها عيناه عبثا يهدهد رجفة البعد التي كادت تطيش بعقله وهداه ومضى يلف حياته بردائها عل السكينة والرضا تغشاه الريح من أنفاسه ولدت وفي لفح الخطى أشواقه ومناه لهفا يطير محملا بوفائها ومصافحا عرشا وليس يراه ويكابد الحسرات جلدا مثلها ولكم دعاه الزيغ ثم عصاه ويفر نحو مقدسات هباتها لتكون حصن نقائه وحماه في كل ما تركت لها صوت ولا صوت لوارثها سوى أماه في كل ما تركت لها صوت ولا صوت لوارثها سوى أماه جهش الفضى والبدر يلتحف الدجا إذ غاب عنه من يمد سناه وتساقط الطلع النضيد مدامعا أسفا على أنثى سقته جناه وبذكرها شهق الصباح ولم يزل بين المدى يغدو عليه صداه وهناك ناجاه المساء مودعا ويدس في حلك الدجا نجواه والصبر مرمي على أعتابها وقد اصطفاها موئلا يهواه ودعاؤها ثمر يقين طلعه وهتافها الله يا الله وهو الزمان وهو الزمان إذا حيا متنفس بهوائها أو لا فما أحياه ونجر نصف الموت بعد رحيلها ولنا الرضا في عيش ما أبقاه أعلى سيول الحزن يمكث نادب أم يمتطي رغم البلا تقواه يا أم قد ركدت طفولتنا على مرس النوى ويلوكنا مرساه يا قبلة الأحفاد دفء سلامهم يا حضن والدة ومن ترعاه قد حان فطرك فافتح الريان لا خوف عليك ولا أذن نخشاه قد حان فطرك فافتح الريان لا خوف عليك ولا أذن نخشاه وقفة يا نائما والعمر يأكل بعضه أولست من كأس المنية شاربا أسرفت في حلل النعيم تقلبا فجعلت ميدان القبور ملاعبا وركبت أصناف الخنى متصابيا ساءت وربك ما اتخذت مراكبا جرت ذاتك من مروءة حاذق وكسوتها بالغي منك مصائبا وكتمت صوتا من ضميرك لائما لكن بدى بالرغم منك مغاضبا فحديثه لو كان عذلا إنما يهديك من خير الخصال مناقبا فالحق أنك لو تبعت سبيله ما رمت تسلك في الضلال مذاهبا عانقتني لما صحبتك غافلا وقليتني لما صحبتك عاتبا لها في عليك وبحر ذنبك هائج هل لاتخذت من النصيحة قاربا فلأنت إما راكب أو هارك فاطلب نجاتك لا عدمتك صاحبا فاطلب نجاتك لا عدمتك صاحبا وهنا أبيات كتبها أحد الإخوة المصريين وهو كان مقيما في عمان معلم كمعلم لغة إنجليزية فبعد استقالته كتب أبيات مودعا فيها عمان وأهلها فرددت عليه فأبدأ بأبياته ثم أبياتي فقد قال الأستاذ أحمد إسماعيل الأفطج وما كنت أعرفه ولكني قرأت قصيدته التي انتشرت على نطاق واسع في عمان وبعد أن قرأتها كتبت ردا وقد وصله الرد ورسل لي شكرا فقد قال في أبياته قضى الله أن تطوى السنون سراعا فنبلغ من بعد اللقاء وداعا كأني هنا بالأمس يممت وجهتي وأرخيت في شط الهدوء شراعا هنا عشت في أرض الأصالة مفعما ومتعت بين الطيبين متاعا رجال يحبون الحياة بسيطة ولم يضعوا فوق الوجوه قناعا رجال لهم من حسن أخلاقهم يد تدل عليهم فطرة وطباعة سلام عمان الخير سلام عمان الخير ها أنا راحل تنازعني نفسي إليك نزاعا سأشتاق للأفلاق والنخل والحصى وكل جميل في بلادك شاعا سأشتاق للأحباب صوت مزاحهم سيبقى بسمعي دائما يتداعا إلى مصر أمضي والفؤاد لديكم ففي البعد تحيى الذكريات تباعا سقى الله بالنعمة عمانا وأهلها وداعا بلاد الطيبين وداعا فسرني أن أهديه هذا الرد على نظمه فقلت له عليك سلام الله يا صادق الوفى أذعت حنين الصادقين فذاعا وأيقضت شعري بعد طول منامه ولولاك هجرا بعض شعري ضاعا ستشتاقك الأفلاق والنخل والحصى وكل جميل في بلادي شاعا تركت سناء سرمديا ولم تزل تحج إليك المكرمات سراعا إلى مصر تمضي والقصيد بحبها يهيم ولاءا والوريد دفاعا فيا مصر تيه إذ سفيرك أحمد وإن سرتي يما فادفعيه شراعا فراحة كف العلم من بعد سعيها يشق علينا أن تلوحا وداعا هنا نخل هذه قصيدة قلتها في بلدي نخل وهي من شعر التفعيلة وتتضمن مسميات لبعض القرى أو قرى الولاية هنا نخلوا لقد فرت إلى ساحاتها قبلوا وولت شطرها الأوطان ترتحلوا هنا نخلوا ولن ترضى بدون جباهنا ألقا ولن نمضي بها إلا جموعا فردهم بطلوا هنا نخلوا فسجل يا زمان بأنها قامت على أكتاف أعملام تقام بمثلهم دول فسجل يا زمان بأنها قامت على أكتاف أعلام تقام بمثلهم دول هنا نخلوا ولا يزهدك صمت نهارها ولقد تجلى فتية فيها بهم أمل هنا نخلوا ولن تبقى كثكلا رهن أوجاع تعانقها الهموم ولا يعيف رياضها الجذل هنا نخلوا أبيت على فيافيها ثراها أو معتقها ومن نسمات ماضيها ومن جنات حاضرها لها وشلوا أيا نخلوا أيا نخلوا لنا في حصنك العملاق لنا في حصنك العملاق ذاكرة ومجد ناطح الجوزاء أيا نخلوا أجيبيني أريني في هوا حلبان خارطة تطير خطوطها حتى تحط بواد مستل فترتحل لظل في مهاليل فعد ترابها تبر وكل سمائها علل لنا في الأبيض المعروف أمنية لنا وعد بأن تبقى لنا أملا وفيها يثمر الأمل ومثل الطو ماذا قد شجون القلب ألوانا من التحنان تلك الدار لنزلوا هنا نخلوا هنا الحسنات قابضة على الإيمان واحدها كألف إن دع العمل وسهل القارة المطلي بذل عرفان يجلوه المدى ألقا تنفس صبحها ودا وإنسانا بدى بالسحب ينتعل أقل اللوم لم أنساك يا بوة المرؤات وينقش حرفك التاريخ من نور ونخل فيك تكتمل سلام يا بلاد النور يا دار المحبين يا دار المحبين التي صنعت رجالات توارى عنهم زحلوا هنا نخلوا هنا وطن له حق بأن نفديه بأن نعليه بأن نبنيه بأن نبقيه ذخر بنيه ستبقى بالقصيد له سنبقى بالقصيد له ويبقى الصوت يا نخلوا أمامة خمسة أبيات ولدت بولادة صغيرة أمامة قلت فيها ولكم دعوت أمامة لوصالنا فأبت إلى أن يستحق الموعد ومضى يحاكيها السناء نظارة وأتت بفجر غار منه الفرقد وتضاءلت كل الشموس أمامها وطفقت فيها بالسرور أغرد جهشت بلا دمع فذقت عناقها يا دوائقه يا دفع ناعمة به أتفرد حمد الوجود وجودها وحمدت من خلق الوجود ومن به أتشهد حمد الوجود حمد الوجود وجودها وحمدت من خلق الوجود ومن به أتشهد وداع في سكون القافية قلتها في رحيل الشيخ سعود بن سليمان الكندي وهو من علماء عمان الكبار يا وداع له فهذا القلب يشكو هل لشكواه قبول يسكن الليل ويسري في احتدامات الذهول حرقة يا أنت جفت من معانيك السيول غير مجرى المقلتين والجوى بعد الأفول كيف لي من منصف والراحلون هم العدول يا وداع ما لنزوى والضواحي شفها اليوم الغروب ما لواديها سرى خوفا على درب الغيوب ما لتلك النخل ناحت باسقات بالشحوب ما لهذا الدار حيرى في متاهات الدروب مثل من ضلت حبيبا وتمنت أن يؤوب يا وداع هل سنبقى نلثم الآهات والحزن الطويل وبقايا ما ورثنا السار والشيخ الجليل أي ذكرى يا دموع الحزن ما هذا السبيل لا كليل اليوم ليل أو كإصباحي مثيل والأساباق ومن نرثيه في ظل ضليل يا وداع خذ من القرب سناه ومن البعد حنين خذ من المحراب ما أبقاه من دمع ثخين خذ من القرطاس حرفا ومن المأوى عرين خذ من الثوب دثارا واكتسي حتى الجبين خذ بقاياه فما أبقى سوى الدر الثمين يا وداع سل أبا أحمد ماذا يا ترى هذه الحياة هل لها في كفه قدر وهل لمت شتات سله في بلواه كيف الصبر يوم النازلات هل تولى باكيا أم صامدا حتى الممات خذ جوابا من ثراه وافترشه للدعاة يا وداع هل عرفنا كيف نجني مثله معنى الوطن هل نهلنا منحة من بين أشلاء المحن وامتطينا العزم صبرا وتقاسمنا الشجن ومن الراجين بيع ومن الله الثمن أم نعيش اليوم حيرا خلف ساعات الزمن يا وداع عز في ذكراه أن أعرف طيفا أو وميض فاهتدى الجمر شعر منه أنات الغريب الغريب الجمر قرية الشيخ الغريب قرية الشاعر عز في ذكراه أن أعرف طيفا أو وميض فاهتدى الجمر شعر منه أنات الغريب كل شيء من سناه يرتوي حتى يفيض لو ملأت الحرف درا في مقامات القريض لم يزل بالنعت عجز عجز ما حوى النور العريض يا وداع وفدا شيخي سعود لو سيجدي مالية وفداه كل عمري وحروف البالية بعد لون الخطب هذا لا أراها غالية فهي أنفاس وتمضي مثل أخرى ماضية ذا هزيم القلب مني في سكون القافية ذا هزيم القلب مني في سكون القافية عازي المجد والعازي هو فن عماني أصيل غالبا يختص بالمدح والفخر وهو أقرب للإلقاء منه للغناء يتصدر لإلقاء هذا الفن المتمكن من الإلقاء وصاحب الصوت الجميل ويمكنكم سماع بعض النماذج منه عبر منصة اليوتيوب من خلال كلمة البحث فن العازي وهذا العازي قد دضمته لأحد الأعياد الوطنية وعددته خصيصا لمحافظة جنوب الباطنة والتي منها بلدي نخل وقد عرجت على ذكر ولاياتها قلت في هذا الفن الله يا رب الرحيم جنحوا سلاما للنبي من بين كل العربي أكرم بفعل النجوب أهل الإله المخلصين صعدت عمان بأهلها تحمي النجوم بظلها أرسد دعائم عدلها حتى يعم العالمين فتربعت عرش العلا فسمى لواها واعتلى منذ الجلندا والأولى هذه بلاد الأكرمين واليوم في عهد العلوم قابوس أسكنها النجوم يا رب واجعلها تدوم ما إن بقين الشاكرين فعلى ربر استاقكم عمروك أرباب الشيم أرض البسالة والكرم أرض الجدود الماجدين دار المصنعة والصمود جادت وساحلها يجود خيراتها فيها شهود مهد الكرام الطيبين وعن النعيم إذا تسل فعلى ربابر كان زل وتزينت منه نخل في كل ناحية وحين هذا الجواب إذا كفى عن موطن صاف صفى واد المعاول قد وفى بالوعد والعهد الثمين هل العواب من نظير سبقت إلى العلم المنير يا خيره ذاك النمير رفعت عمان به الجبين عزفت بلادي كلفا والسهل والوادي حن شوقا إلى عيد الوطن عيد يحق له الحنين تحيا بلادي الآمنة للخير دوما حاضنة تحيا جنوب الباطنة في ذا اللقاء والحاضرين أعمان عاما بعد عام سارت خطاك إلى الأمام وتجاوزت كل الزحام في عهد سلطان أمين فادعو له البار الرشيد بالخير والعمر المديد يبقى على الوطن المجيد رمزا ومرفوع الجبين بين أبي وبيني حذارك من سهام الناظرين وأن تركا لزين أو لشين وغادر هذه الدنيا بزاد يعين على جواب السائلين ألم تر كيف تخطفنا المنايا أما إني رأيت بأم عيني فكم من نائم والحتف يفري وطال به سهاد المقلتين وكم من قاطع للخل وعدا وقال لخله وعدي كدين ففاجأه الردى من غير إذن فعاد قرينه صفر اليدين وحاكن للجليسين الحكاية فصار رواية للجالسين ألا أبلغ أحبائي سلامي وخص العابدين الزاهدين عسى أن يدعوا لي في دجاهم فأحضى من دعاء الوالدين وشد الرحل يا ولدي بعزم إلى البطحة وسوح المكتين وبل ثراهما بالدمع لما ترى بالطرف أرض المشعرين ستذكر يا بني هناك حتما طوافي حول أخرى القبلتين وتذكر عبرتي عند المصلى وسعي بين صلد المروتين وحين بصدت في العتمات ثوبي لأرفع للإله الراحتين ويوم قصدت والأشواق تغلي ضريح المصطفى والصاحبين عسى بشفاعة المختار ألقى بني على رياض الجنتين هناك سوف يخدمني صغاري إذا لم يدركوني قبل بيني نعم أبتاه صوتك لما شعثي وجلجل وقعه بالمسمعين وطيفك ينبري في الأفق دهرا وميض سنى بريق من لجيني رحلت عن الجماعة يا يداها فكيف تعيش بتراء اليديني وكيف تكفكف العبرات منها وجل مصابها في كل عيني أأمرح بعد ذلك والليالي تنبئني بأن قد حان حيني وكيف يطيب لي في الدهر عيش وحال الموت بين أبي وبيني طبعا ختاما لا يسعني إلا أن أشكركم جميعا على سعة صدوركم وجميل صبركم وكما وعدتكم أن هذه الأمسية أحاول أن أكون فيها خفيفا هذه النماذج من النصوص بعضها قديم يعني قديم جدا وبعضها جديد وأتطلع إن شاء الله في لقاءاتنا الأدبية القادمة أن نكون أكثر تنوعا إلى ذلك الحين أكرر شكري لصاحبة السمو الدكتورة جوهرة وللأخ العزيز الدكتور محمد ولكم جميعا أيها الأصدقاء بارك الله فيكم وعذروني على إن كان هناك شيء من الخلل فهو جهد بشري بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة أعضاء المنتدى نظرا لارتباط سعادة سمو الأميرة دكتورة الجوهرة من تفاهد آل سعود بارتباطات مسبقة ومع حرصها البالغ على أن تتواجد في كافة الأمسيات والحوارات التي تعقد بهذا المنتدى والتي تثري فكرنا وثقافتنا ومعرفتنا فيسعدها أن تتقدم بالشكر والتقدير إلى سعادة الدكتور الشاعر المبدع دكتور أفلح الكندي على هذه الأمسية التي قدمها سيادته ويصرها أن تهدي إلى سيادته هذه الشهادة تقديرا لجهوده وتتويجا لأعمال المنتدى في هذه الأمسية الراقية السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سنة بسنته واتبع هدى إلى مدين نخبضنا المباركة الطيبة ليلة من ليالي النخبة التي هي نخبة حقيقة والليلة أبحر بنا أخي وصديقي سعادة الدكتور أفلح بن أحمد الكندي من دولة عمان الشقيقة دولة عمام الفكر والتاريخ والعلم والأدب الحقيقة من أجمل الأمسيات وأمتعها حقيقة وأنا أستمتعت كثيرا بهذا العطاء وهذا الإلقاء وهذا الجمال في الطرح وهذا الجمال في الإلقاء والحقيقة دكتور أفلح فعلا شاعر ابن شاعر وماشاء الله عليه بهذه المناسبة نهديه هذه الشهادة من صاحبة السمو الدكتور الجوخرة ومن المنتدى وهو تشريف له وتشريفه تشريف لنا حفظه الله وشكرا جزيلا سعادة الدكتور أفلح شكرا لكم جميعا نخبتنا المباركة والليلة ليلة مميزة حقا بأهلنا في عمان وبهذا الرجل القامة رجل الشعر والتربية والعلم والأدب بارك الله فيك سعادة الدكتور أسامى على هذا الإشادة على هذه الإشادة وسرني هذا الانطباع الرائع لا سيما أنه صدر من قامة علمية مثلكم والشكر أكزله لصاحبة السمو على هذه الهدية الثمينة هو حقيق بنا أن نفخر بكلماتها وبشكرها وبتفاعلكم جميعا مع ما قدبناه في هذه الأمسية بارك الله فيكم ولكم منا كل الشكر والتقدير بارك الله فيك شكرا ثم شكرا ثم شكرا لأخي الأكبر الدكتور محمد الشريف بارك الله فيك أنت تدفعني دفعا لبذل المزيد بتحفيزك وتشجيعك أنا مدين أنا مدين لك وللإخوة جميعا هنا بالشكر والثناء أشكر صاحبة السمو أكرر شكري لها ولكم جميعا على هذا الثناء وهذا الشكر والانطباع الطيب والرائع بارك الله فيكم دكتور محمد وتحية من عمان وأهلها كلها لكم بارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر